انطلقت أولى جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق ناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم ورقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شارك في الجلسة عدد من ممثلي الوزرات المختلفة وذوي الخبرة والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشرعي للقروض بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الرهنة وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني وتتواصل الجلسات على مدار أربعة أيام لمناقشة محاور التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة والسياسة ملكية الدولة والعدلة الاجتماعية وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتح السيسي ترجمة نانسي قنقر